اهلا بكم في فيديو جديد معيكم مرئي مصطفى نعرض انعمل مع بعض سنية بوفتيك في الفرن طريقة سهلة وبسيطة والطعم بتاعها بجد بيكون حكاية تقدر كمان تعمليها في العزاية زي ما انتم شايفين بوفتيك بتاعي مش مدقوق يعني تقول الجزار عايزة البوفتيك ما تدقهوش ليه وما تخلهوش رؤيا عايزاه يكون سميك بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده ده اول حاجة في البوفتيك بتاعي بعد كده هنعمله خلطة جميلة جدا جدا بتديله نفس وطعم وريحة حلوة اول حاجة هجيب الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها البوفتيك هضيف فيها بسلطين كبار شرايح بعد كده هضيف عليهم كمان جزارايا شرايح الخضار بتاعه كله هكون مقطعه شرايح بالشكل ده ومعايا كمان فلفل تقدر تضيف فلفل الوان او فلفل اخدر بس مفيش مشكلة انا عندي هنا فلفل الوان ضفطون ده لو موجود عندك بتضيف فلفل الوان مفيش بتضيف فلفل اخدر بس مفيش اي مشكلة خلص هنا كمان كرفس هضيف كرفس وبيدي الكرفس نفس حلو قوي للحمة بتاعتي آآ تقدر تستعملي كرفس آآ افرنجي او كرفس بلدي ناهاي كمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعايا معلقة صغيرة من الكزبرة الجفة ومعايا كمان خمس فصوص طوم مقطعوهم شرايح بالشكل ده نعايا هنا جسط الطيب انا معايا بلحتان بشرتهم من جسط الطيب تقدر تحطي واحدة او تقدر تحط اتنين براحتك تبع رغبتك هنا كمان هضيف حوالي ربع كوباية من الزيت وربع كوباية الزيت دي بتخلي اللحمة بتاعتي طرية وحلو قوي هنا هضيف الملح وهقلب الخلطة دي كويس او هتفرق في الطعم كتير قوي ان انت تدعكيها بيدك كده بتفرق كتير او في الطعم بالشكل ده شايفين الالوان بتاعت الخطار عملة ازاي هنا كمان نسيت اضيف الطماطم بتاعتي مقطع طماطمتين مقطعهم شرايح بالشكل ده وهنا هضيف اللحمة بتاعتي وهقلب اللحمة في الخلطة دي كلها علشان اللحمة كمان تاخد من التدبيرة والبهارات بتاعتي وتتدبل معي كويس زي ما انتو شايفين كده هقلبها بالشكل ده شايفين هنا اللحمة بتاعتي اخدت من التوابل كلها شايفين اللمع بتاعتها والتوابل عشان تاخدوا الطعم والريحة بتاعت البهارات بتاعتي تقدري تسيبيها بالشكل ده كده في الصينية وتقدري تعمليها زي ما انا عملتها كده فردتها على الوش بالشكل ده في تلك الحالتين الاتنين هيبقوا النتيجة بتاعتهم ممتازة هنا بقى هجيب ورق الفويل بتاعي واغطي الصينية كويس اوي وبعد كده ادخلها الفرن بس لازم تضغطيها كويس اوي وتحط عليها ورقتين كمان انا هضيف عليها ورقة كمان من الفويل وهدخلها الفرن اول نص ساعة هتكون على درجة عالية وبعد كده هوطي لمدة ساعة تاني يعني الوقت كله هيكون لمدة ساعة ونص اول نص ساعة هيكون على نار عالية وبعد كده اهد عليها هنا خلاص اللحمة بتاعتي طلعت بعد ساعة ونص من الفرن بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده والريحة بجدة وحفا تعالوا كينا نجيب شوكة ونقطع اللحمة بتاعتنا هنشوف هستوت ولا مستوتش ما شاء الله عليها دحفة وكمان شايفين اللون بتاع اللحمة عامل ازاي بجد رهيب والريحة والطعم في منتهى الجمال حلوة اوي نقول له انت اول مرة تدخل كناه ازاي نعمل ايسا بيس كرة وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله واشوفكم في فيديو جديد